21 من شهر اد سنة 69 اقدم الاسرالي دينيس مايكل روهان على اشعال النار في المسجد الاقصى مدعيا انه يقوم بمهمته في احراق المسجد كمبعوث لله وبموجب نبوءة في شفر زكريا كان من اهم ما اثت عليه النيران المتصاعبة منبر صلاح ومحراب زكريا والمحراب الرئيس للمسجد اضافة الى جذران المسجد ونوافده واسافه